البناء مركب رياضي كامل يحتوي بالأساس على قاعة رياضية ملاعب التمارين وحجرات ملابس من أعلى تراز الجمعية الزيتونة الرياضية إخبار يمكن يظهر لكم عادي لكن بالنسبة لي أنا كإنسان قضى 17 عام من عمره في جمعية الزيتونة نجم وقول لكم اللي هذا كان حلم أجيال وأجيال استنات هالحدث للي ما يعرش الزيتونة الرياضية هي جمعية عريقة أسد في 1920 أنجبت العديد من النجوم في كل الرياضات منهم نسمي نجوم خاصة كورة اليد اللي سورة والسام اللي تعرفوهم سليم الزهاني كريم الزغواني مهر الدالي غازي الواتي معز بن شويخة ونجيب بن ثير مدرب الترجل حالي في كورة اليد رفيق بوشنيخ مكاملش رفيق بوشنيخ ولحظة عادة في مالكم رفيق كان يكاور في الزيتونة في باب كان في الكب ناشيونال ديسة طان كب ناشيونال سنية ولا ديسة طان ديسة طان أما معدوش ديسبلين بالحق 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 هنا أعطي من لخ واسط رفيق واسط أنتو كالأخبار فرحني برشا حبيت نسغل الموقع علي باش نقول كل لعبي ومسؤولي للزيتونة وعلى رأسهم رئيس الفرع المكافح سي المنظر المقدم ألف ألف مبروك 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 هي حياة قلبي مبروك الفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوي بنيتنا مبروك مبروك نمشيوا للمغرب وينتمكن فريق الرجاء البيضاوي المغربي من الفوز على أتليتيكو مونتيرو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل واحد في نصف نيائي كأس العالم الأندية انتصار مكنوا من تحقيق إنجاز تاريخي بيتش يصبح الرجاء أول فريق عربي والثاني فريق إفريقي بعض تيبي مازنبي يترشح للدور النهائي من نفس المسابقة وين بيش يقابل بطل أوروبا العملاق الألماني باير مونيخ الرجاء العبدون مراكبات سيطر على جرد هات المقابلة وفرض طريقة لعبه على الفريق البرازيلي وكان بمكانه تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف لو أحسن مهاجميه استغلال الفرص اللي قتحت لهم ثلاث 90 دقيقة إنجاز كبير فريق الرجاء المغربي على قد ما فرحنا على قد ما أثرت اللقطة اللي صارت في نهاية المقابلة استياءنا واستياء كل مشاجعي الرجاء في مختلف البلدان العربية اللقطة كما جافها مغلبكم مثلت فيه هجوم ثلة من لاعبين الرجاء بعد أعلان الحكم على انتهاء المقابلة على اللاعب رونالدينو وعينك ما ترى للنور جوارات الرجاء وقفوا رونالدينو ما خلوهوش يتحرك زوز على ركيبهم يفكولوا في سبادرية واحد مع النقصيق يحب على الكلاسر واحد آخر معنكم كبش فيه تقولهم وروحة من الحج جواوي لحلح على مريول رونالدينو مسكين مبهذل ما فهم شي وجهه صفار وصنية عرقتي خير روحو تبراكا أعرق بالفجع الرجل ولا يوري فيهم سبعو في السيارات قالهم لفلوس غادي في بينهم حصهم بشوية خلوص وبعد الجوارات المغاربة دخلوا فرحانين كل واحد هزم اكتبله من ربي اللي شارت شارت واللي ربايت واللي لسان بتاع سبادري بشي عاملو كرافات ممكن حسيلو شي اسف ورونالدينو من كار قطع يروح ترزن الحمدلله اللعبة جات في المغرب كان جات في بلدو خرواهم تعدى وتحويل وجهة تخيل واحد يسألوه يقول لهم تحويل وجهة على رونالدينو والله كان جات شاربوفا صحة ما رونالدينو بون حسيلو ما نحب هاج اما اخر حلقة طلعت صحيحة العربي عربي وزايد مركب النقص غارقين فيه للعنكوش الدنيا دنيا عطينو ثلاثة فوق ديران ويقدم مطلة باش يتصور معاكم اما اش تحب تعمل اذاك حد المخ وربي قد الخير مع جوالات الباييرن اش باش تعملو حسيلو مبروك للرجال الترشح والانتسار وانشار له حكاية البركاج متعودش في الفنان ديما في مقابلة الرجال البيضاوي وبعد الاعلم الحكم على نهاية المقابلة وترشح الفريق المغربي للدور النهائي في مسبق كأس العالم الاندية عمت الفرحة كل شوارع البلدان العربية وتحثت الصحف والقنوات التلفازية علعب قرية فوزي البنزارتي ونجاحه في فترة قسيرة في غرص روح قتالية وانتسارية في لعبيه فريق الرجال اللي كانوا افتقدوها من مدة نزل فوزي البنزارتي ضيف على كل وسائل الاعلام المحلية والعالمية وتحدث على فرحته بالترشح وساعاته بالمردود المتميز والقدرة الفائقة على التأقل مع طريقة لعبه اللي ابداها لعبه الرجال وعبر فوزي البنزارتي على مدى فخره وساعاته على الثقة لمنحتها منحتها له ادارة فريق الرجال بتعيينه على رأس الفريق السبوع تقريبا قبل انطلاق فعاليات كأس العالم الى حد الان كل هذا يفرح لانه انجاز مدرب الرجال محسوب على الرياضة التونسية وهو انجاز كل الرياضيين والتونسيين بصفة عامة سيفوزي البنزارتي تلقى مكالمة هاتفية من الملك المغربي شخصيا هنه فيها بالفوز وتمنى له حظ سعيد المقابلة النهاية وكانسي فوزي يعقد اش بد البندير متاعه واش ترافعتيه هاو فكرة شنو قال فوزي البنزارتي في تعليقه على اتصال الملك الله يخليه وربي فضله وحاجة شرست بيها جدا 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 بالنسبة لي اكبر يوم كل يوم في حياتي معتانا كلاني جللتو وربي صونه وربي فضله في كل المغرب ودعامه كبيره للعرب والمغرب العربي الكبيره هذي احسن يوم في حياتي ربي فضله وربي صوره وربي يبقيه حاصيلو هذي اكسترية من جملة دقيقة ونصف ذكرتنا بكلمات اللي يعودها متاع جوارك يجيب كورنير يشكر الرئيس نربح وماتش فور فيه لادفرسين ما يجيش كله بفضل عيناية سياتو وهات مكلاوي اما انتي سي فوزي عندك الحق الراجل رمز من رموز الحرية والديمقراطية لسرق لفك وصل من اغنى اغنياء العالم بشهريته ونتذكر وقتها كان عامل شقاق على جنب ويلم حتى وصل اللي هو فيه وهو كذا تسايب لهم مزطلة في المغرب بش الشعب الكل يبدأ طاير وحد ميتلها بيه هو ثم واحد كما جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الزعيف والقائد والثورة يخلهن ويخلي جميع الزعماء اللهم خللنا جميع الزعماء والرؤساء وديهم الصحة والعافية كل الزعماء اللهم اخري بيتنا احلى اللهم اموت الشعوب كلها في يوم واحد عشان نرؤساء يصحوا الصبح ما نروش حد يحكموا بقى ما نروش حد يحكموا بقى يجبوا عقد عاملوا روحوا السعودية بقى السعودية ان شاء الله يخلط على صاحبه غادي ويصير فيه اكتر من اللي سار في سحى يبنى خاطر الزوز يزيدوا على بعادهم كان بالصبر وما اختارت كاسي فوزي موقول نشكروا على الاتسال وانستو لازم ربي يخليه ويبقيه واحسن يوم في حياتك لها درجة حياتك عدم يلا سي فوزي بون شانس في الفنال وما نواصيكش تكبس على الاولاد وتقعد رياضة التمندير رياضة الشعبية الاولى في البلاد يقولولي في الحافلة اللي معانا سي فوزي بن زردي حاب يتدخل سي فوزي قالو لا قالو لا شي ياولادي لا افو عليها فتلاها واحدة حتى وصلنا في فنالة لما زيته تنبر عليها فتلاها واحدة وصلنا البحر الايكيب بتعرون الدينو ما اوش ساهل فتلاها وانت يا رفيق ناكل تحكي انا شارابوفا فتلاها يزعف عليها انا كيش كارث مالك السادس انا ما اوش اكاكا فتلاها ان شاء الله يجينا هالو نولي فوزي السابع فتلاها الاكثر ولا اقل والقوفة تجيبه فتلاها ربي ساهل سي فوزي بعض المردود المتميز اللي قدموا لاعب النادي سفيقسي فاخر الدين بن يوسف واللي ساهم في تاتويش فريقه بطولة الموسم الفارق ورفعوا الكأس الكنفيدرالية الافريقية للموسم الحالي تهاطلت العروض من عدة فرق على لاعب السياسيس ومنها عرضت تقدم به مؤخرا من فترة ما تفوتش زوز اسابيع فريق من الدرجة الاولى الفرنسية في كل مرة كان رد هيئة النادي سفيقسي قطعي بالرفض واكد مسؤولي السياسيس في تصريحاتهم انه فخر الدين توا ولدنا ومازال صغير ومعطى شاي للنادي سفيقسي فخر الدين مهوش للبيع والخروج مازال مش وقته ومن اقل من 48 ساعة تلقى النادي سفيقسي عرض من فريق الغرافة القطري بقيمة 5.5 مليون دينار يعني 5 مليارات و 500 مليون لضم اللاعب فخر الدين بن يوسف وسبحان مغير الاحوال ملي كانت الهيئة ترفض باش تحكي في الموضوع توا ول العرض تحت الدرس وتقلبت التصريحات بعد لي كانت فخر الدين مازال معطانا شاي للسياس اس ولا هاوكا جابرنا كوب دافريك شنوب شنطلبوا منو كوب ديموند يا اخي وملي كان ولدنا ولا تقريب مستبني في نهارين ولا معاش صغير وكبر ولا شارف وقيت باش يخرجوا النهار راح وحكايت ما هوش للبيع مشات على روحها التفل قريب يرشموه بالدون كيل علالش باش اللي يقرب ويعرفوه مبيع وجماعة طايرين بالفرحة قريب يعطيه ورامي جريدي معها اوفر وتقول لي عندنا مسؤولين في تونس ماش يحفوش ملي جرال يوسف المساكني الجماعة ما زالوا نوين على قدام المهم قدش يدخلوا فلوس عجيب وغرايب قطر عندها درجين ملي ولت بلاد وبفلوسها هبلت العباد وليال اليوم وفات نتقابل وان شاء الله نهارفين في اخبارنا الرياضية ديما اي افام وفز دسمال عز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة